صباح الخير النهاردة الفيديو دوان عن سامير صبري ربنا ارحمه وبقال لي مدعيزة اعمل الفيديو لان اعمل اكتر من فيديو عنه ان شاء الله انما ده البداية ربنا ارحمه وطبعا بالرغم من انني ما زلت غاضبا على ما قاله على فريد انما لازم نحطه في الميزان ونتكلم عن ما له وما عليه كانسان وكفنان وكمنتج ومن كل النواحي وايضا ما قاله عن فريد وطبعا هناك حاجات هنتكلم عنها اللي هو فيه حاجات شفتها انه كان يلقى عن فريد اعمل نادي الدولي في السبعينات مختلفة تماما او عكس تماما اللي هو قاله عن فريد الآن او في الفترة الاخيرة يعني ممكن في العشر سين الاخيرة انه تحول وحاجات متناقضة ايضا مع السيدة واردة ايضا فيه حاجات متناقضة فيها مع نفسه زمان ودلوقتي وفيه حاجات قالها كان لا يصلح ان يقولها ايضا مع رجدي اباظ كله انه هو يعني فيه حاجة ما اعرفش المهم هنتكلم عنه النهاردة مقدمة ك فنان اولا هو منتج واعلامي وممثل وكانسان يعني كمنتج اعتقد انه كان من اهم المنتجين لانه انتج افلام ضخمة وكان دائما يحشد عدد كبير من الفنانين يعني ما تشوفوا دموه صحبة الجلالة او السلخانة شوفوا عدد الفنانين في الفيلم حاجة ضخمة يعني انتاجه كان دايما انتاج ضخم كاعلامي بعتبر انه كان من افضل الاعلاميين من بعد طارق حبيب يعني طارق حبيب في السبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الان انا برا ان طارق حبيب كان من افضل الاعلاميين اولا طالق حبيب مثقف جدا متعلم جدا هو طالع من مدرسة الجزويت فبيجيد الفرنسية والانجليزية بطلاقة طبعا ما بيستعرضش بدون في برامجو يعني طارق حبيب قليل ما تجده يدخل مصطلح فرنسي او انجليزي هو بيتكلم يعني كالناس تستغرب انه طارق طالع من جزويت لهذا السبب بعكس كثير يعني في دلوقتي اعلاميين لا يجدون اللغة انما بدخلوا كلام انجليزي طبعا الفرنساوي مش ممكن يدخلوا انا مش عارفوا انطقوه يعني انما من بعد كده كان سامير صابري والاثنين بيتميزوا بالهدوء يعني كان ايضا سامير صابري كان عنده الهدوء وهو بيتحدث يعني ما فيش لا الصوت العالي ولا السخرية من قدامه او محاولة الاستسكاء على قدامه او انه هو يروح مهزر يعني انا مش عادين في غرزة يعني مثلا في موزعين كده تحس انه هو عاد في غرزة وهو بيتكلم عندما لقى سامير صابري كان بيتكلم باحترام ما يحترم اللي قدامه ما بيستفزوش مش مدي افاة كموزيع اللي هو الموزيع المطلوب ان يكون اللي هو كمحاور بيتحاور بزوء باحترام بيسأل اسئلة محترمة ما بيستفزش ما بيقاطعش اللي قدامه بينتظر ان اللي قدامه يخلص الكلام ده كان طريق حبيب ايضا كان عنده الميزة دي ايضا دي اعتقد ان فيما بعد ما فيش حد تاني قدر يعني يبا زيهم كإنسان ايضا انا شفته كإنسان من الناس المحترمة يعني انا شفته في المهرجان الكاثوليكي وانا اللي يرجع للصور هيلاقي فيه صور كتير يعني لي انا كنت حطيتها والاسف مش عارف حطيت فين الصور دي مش لقيهم اعتدار عليهم عشان اظهرهم تاني النهاردة مش لقيهم في اي حاجة تانية ف انا شفته كإنسان بيتعامل مع الجمهور ايضا لما كانت الناس في اخر الحفلة الحفلة الختمية في الناس كانت بتوقف بتبقى فيه اللي عايز تصور فيه اللي عايز والكلمة فيه اللي عايز والرأي كان هم من الوحاد الذين ينتظرون الناس حتى النهاية يعني ما كانش من النوع الا اول ما الحفلة بتخلص يطلع يجري او اخد الجايزة فيمشي يعني فيه منهم كان باخد الجايزة بيمشي حتى ما بنتظرش ان الحفلة تخلص لانه كان مفروض النظام اتذكر انه انت لما بتاخد الجايزة بتروح توقف في الصف مع اللي حصلوا على الجواز وفي النهاية يعني لما الحفلة بتخلص الكل بقى بيمشي مع بعض يعني ما كانش تاخد الجايزة وترجع مكانك او تمشي يعني ده كان نظام الحفلة وشفته كمان هو بيتعامل مع السيدات الايطاليات اللي انا مرة ذكرتهم ايضا اعتقد في هذا الفيديو السابق لما كانوا عايشين في المنطقة ديا وكنت انا عرفهم شخصيا يعني وفي من ضمنهم واحدة اللي هي كانت صاحبة البنسيون في النمر الاسود اللي هي معروف المشهد لما احمد ذاكري راح وقال لها انا بردان ومش عبيه وقابت له بطانية وكان عاوز سكابريت وكده دي كانت من ضمن الشيدات دولان كانوا يطلعوا ادوار سنوية كده زي كومبارس كده بس كانوا بعرفوا سامير صابري كويس جدا وكان سامير صابري كان يجيد الايطالية بجانب الانجليزي والفرنسية فكان يكلم معهم بالايطالي بطلاقة جدا وكانوا يحبوه جدا فده كان يبين لك يعني مدى يعني شخصيته هو كإنسان محبوب يعني هو كإنسان كان إنسان متواضع وكانوا يعتبروا كومبارس بالنسبة له يعني فكان بيعملهم كويس جدا وكان أول ما يشوفوه لأن أنا شفته أكتر من مرة يعني زي ما قلت إن أنا شفته في يمكن أربع خمس سنين متوليين يعني كل سنة كان لانه وكان أفلامه الحقيق وقال كان دايماً ليها البعد الإنساني فكان بيشترك في المهرجان فكان كشخصية محبوبة زي ما قالت السيدات دولان أول ما يشوفوه بيسلموا عليه وكان يقعد يتكلم معهم يمكن بالنص ساعة كل واحدة يقف يعني هو كان من ناس اللي مثلاً الحفلة بتخلص تمانية هو يقعد ممكن لعشرة واقف بيتكلم مع الناس ساعتين واقف بيتكلم مع الناس ومع الجمهور ومع السيدات دولان يعني وبياخد صور وبينتظر يعني مش ان لا كله في السريعة لا كان إنسان محترم طبعاً ما له وما عليه ودي حاجات أنا بنتكلم فيها بعد إنما بس أنا كنت عاوز يعني ألقي نظرة عليه كإنسان كمنتج كإعلامي كممثل كممثل يعني كان ممثل ما هوش من الممثلين العظام إنما كان بالنسبة مثلاً في السبعينات يعني الحقيق قال أنا لا أعتقد أن في السبعينات ظهر ممثلين نقدر نقول ممثلين حقيقيين يعني ده ممكن شيء يغضب الجميع يعني ما تلعش في السبعينات ممثلين قدروا يعملوا الأدوار كل الأدوار الصعبة كلها ما فيش جنور الشريف هو الوحيد اللي نقدر نقول يعني نور الشريف هو الوحيد كممثل فعلاً ممثل قدير يعني بعدين أحمد زاكي إنما غير كده وأحمد زاكي من السبعينات أحمد زاكي نظر نور ثمانينات أكتر بس كسبعينات كان هو نور الشريف لأن في الفترة دي ما كانش فيه وكان معظمة أدوار رومانسية وأدوار كده فترة السبعينات كان أدوار رومانسية أو فما ما كانش فيها تمثيل أوي و إنما سامير صابري كان يعني كأفل كوميديا أو في كده يعني مثلا معاد الإمام كان يعني كان كويس مع نور مع محمود ياسين مثلا في دقة قلب أيضا كان كويس يعني لا يمكن أن أقول أن كان فيه فارق في التمثيل كبير بينه وبين محمود ياسين أو حتى معاد الإمام في البحث عن التضيح أو غيره يعني بس نظرة نعرف ده ممكن يغضب البعض إنما ده رأيي إن يعني يعني ما فيش حد يعني ما فيش هو الزكي بيك روستوم ما تلاقش في السبعينات محمود المليجي ما تلاقش في السبعينات ما تلاقش في السبعينات يوم الناس اللي كانوا فعلا ممثلين كبار يعني حتى كدون جوانات أو اللي هو دور البطل ما تلاقش في السبعينات اللي هو الايقونة بتاعت رجل أبازة أو أحمد رامزي ما تلاقش يعني لا يوجد أحد مكان رجزي أبازا أو أحمد رامزي الذي يمكن أن يختلف عليه أحد لا يوجد في التمثيل هذا هو رأيي المتواضع هذا هو رأيي في سامير صبري ونقضه لا تخافوه ونتحدث عنه فيما قاله عن فريد إنما كنت أدفع عنه وأقول الحق فيما له الآن وستحدث فيما عليه وربنا يرحمه نحن لا نحاسبه إنما نتحدث عنه من الناحية التاريخية ولنحية كشخصية عامة دخلت التاريخ ونشوفكم على خير إن شاء الله موسيقى